دكتور العزيزي دكتور عمر يسري مع حضرتك أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك دكتور اختار كان عارض موضوعين موضوع الأولاني عن الأطفال وإيه؟ والموضوع التالي لا الأطفال الأولاني لا هي قصة ببساطة أنه سوء العمل في المستقبل دلوقتي وفي المستقبل هيبقى معتمد على القدرات التواصل الاجتماعي عند الأشخاص يعني كيف ننشئ طفل مواكب للتطور اللي حنشوفه بعد عشر سنين عشان يعرف يشتغل عشان يعرف يتواكب مع الحياة social intelligence لو الزكاء الاجتماعي كنا عنده الزكاء الاجتماعي emotional intelligence لو الزكاء العاطفي كلما طورنا الأطفال وربناهم بالطريقة لنفتح لهم قدراتهم الإبداعية كلما كانوا أقدر إن شاء الله على أن يشتغلوا بقى ده موضوع إذا كنت تحبوا النقاش مع الدكتور بعتلنا إحنا إن شاء الله النقاش الثاني دكتور قال ممكن أقولك أنت بتعمل إيه نعرف أنت مين الله أعايز أن نعرف أنت مين ضروري اتفضل يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم هو أنا عايز أعرف أنا مين يعني قبل ما نقبل ما عرف الناس اللي حوالي مين البني أدم المتناغم مع نفسه بيعيش حياة أهدى من الناس اللي عايشة في صراعات وما أكثر الصراعات السبب الوحيد المتفق عليه فأكبر وأقوى مرض اللي ملوش لسه علاج جزري لحد الوقت اللي هو الكنسر السرطان أو الأورام الخبيثة يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب ويكفينا الشر هو الصراعات النفسية الداخلية اللي بني أدم بيعيش فيها فهل إحنا اتفرض علينا في الزمن ده إن كلنا نبقى عايشين في خناءة مع نفسينا كده واخدين بعض على خناءة وعايشين بيها في الدنيا أه على أخوانة ولا في ناس عايشين هاديين شوية الناس عاد بتتلبخ أنا ما بقاش عارف أميز نفسي ليه؟ مالهي في صراعات الحياة خضم الحياة معركة حبي يصحى الصبح أعمل إيه علشان الدنيا أعرف أسطر نفسي وأهلي وكذا وحتى اللي مش بيشيل مسئولية أعيش في صراع ليه أنا ما عنديش كذا زي فلان وليه الحاجات اللي بنتكلم عليها دايما فإزاي أعرف نفسي وميز نفسي علشان أعرف أتفق مع نفسي بطريقة هادية كده أعيش بها مرتاح حتى في وسط الدوشة بتاعت الدنيا متفق على أنه في ناس أقل قلقا وأقل صراعات نفسية من ناس تانية هما دول اتفرض عليهم يبقوا عايشين في الخناءة دي ودول مولودين هاديين وريئين ولا في حاجات تتعمل إن شاء الله في حاجات تتعمل بعد ما نعرف إحنا مين بعد ما نعرف إحنا مين أحسنت أعرف أنا مين إزاي بقى بالتصرفات بتاعتي هل التصرفات دي متسقة متفقة معه النواية بتاعتي الداخلية ولا أنا عايش في انفعال على طول عايش أظهر ملاقبطن تلاقي في ناس كده حتى تلاقي واحد تصرفاته بيمثل في ناس بتمثل إنه هو كويزوس ليه يسموها بالبلدين زامت آه قافل كده وكشر زي خلت بال حضرتك وتلاقيه هو أكتر واحد متضرر إنه هو ما بيظهرش باللي فيه باطنه أرقى الناس وأفضلهم هو أكتر واحد متضرر لأنه أنا فرحتي لو عندي الدنيا كلها في إيدي بس قلبي بيعملي دق وقاعد خايف أنا ومش متطمن للحوالية وطمعان في حاجة مش في إيدي دلوقتي دي كلها منابت صراعات نفسية منابت يعني مزرعة أعطي فيها الحاجة تكبر آه نتيجة للصراع اللي جواي فتلاقي الواحد الآن فمهما كان عندي أنا مش مرتاح فأنت لقيني بتعامل مع الناس مش بطبيعتي فأنا مش مرتاح مش حاسس بأريحية وبعدين يقولك مثلا لو أنا مش بطبيعتي يعني أنا أظهر ملاء أبطن أو أبطن ملاء أظهر يقولتني فتلاقيني في تعاملي مع الناس أنا كني بكذب والكتب ملوش رجلين يا محمود بيه فتلاقي معه الوقت مش مش دايما ده فيه رجلين بتطير بتتزم بتتخل السبق وتكسب بتاخد الدهبية فتلاقي ساعات مع الوقت الحوالية يكتشفوني على حقيقتي مش هفضل أكذب على طول يعني يبدر مني تصرف معين أو كلمة معينة أو كذا وبعدين بداية الموضوع دي كانت في نقاش مع أحد الأصدقاء يعني بالزمائل وبعدين لفتت نظر رأيت لي موضوع مهم أو يعني وهي اللي اقترحت حتى علي فليه بقى رأيت لي ده أخي ده فيه نوعين حلوين من الناس أوي كبار مجموعتين مجموعة اللي تلاقي تصرفاتها رايحة في سكة التناغم مع الطبيعة دي حاجة جانرالي كده آه التناغم مع الطبيعة فيه ناس كتير كده يقول لك سيبني بعض شوية حلوين كده مع نفسي وهتزبح ربنا وهدى كده وهدى بالله يا ابني ونشرب حاجة ده رايقين ده لما يبقى عنده وقت تلاقيه رايح بيعمل الحاجات دي في الحد الشايفه بقى ولا حاجة وعنده وقت فراغ وحد تاني تلاقيه بيكتهد جدا علشان يروح يعمل شوپنج يشتري حاجات حد بيكتهد جدا علشان يقعد على اهوة مع صحابه يجيبوا في سيرة الناس وكأنما بينتقم من المجتمع اللي حواليه فقلت له طب ما تيجي نميز ما نشوف انا لو هختار اعمل حاجة منهم ومر النفسي على حاجة منهم هدرب نفسي على ايه اكيد طبعا هدرب نفسي على اني ابتدي احس بنبض كياني ففي حاجة اسمها نبض الكيان نبض الكيان ده اللي هو الاشعاع اللي بيطلع من الواحد لما بيبقى قاعد يقولك كده سنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولك فيه ناس تعدي كده خليك زي الزهر الحلم صحيح اخذت بالحضرتك فنبض الكيان ده اللي بيطلع مني اللي حواليه بيتأثروا بيه بتبان بقى مني وانا بتكلم مع الناس في كلمة طيبة في تأدير لظروف الناس اللي حواليه تأدير ظروف الناس اللي حواليه دي ليه علاقة البني أدم اللي بيقعد يتهم ويحكم على الناس يعرف انتو فيه خناقة داخلية منه وبين نفسه فيقول لك لا أصل ده بيعمل كذا غلط وده بيعمل كذا حرام وده بيعمل مش عارف ايه تقول له طب انت عايش في صراع وكأنما انت في صراع وشايف كل حاجة صح برد انت المفروض عشان شايف كل حاجة صح زي ما بتدعي تكون عايش انت هادي ومطمن بما انك كويس يقول لك بس أنا متدايق علشان الناس التانية بتعمل حاجات وحشة اذا انت نصبت نفسك حكم تلبس نفسك توب مش توب اكتوب اله كده يعني ما يصحش ابدا عيب لما تقعد تحكم على الناس عكسهم الناس اللي عايشين في سواء داخلي نبض الكيان بتاعهم بشاعر رحمة وتسامح وسماح ويقول لك يتوصفوا بيها الستات عشان الاسم ده عزيز عليها قوي يقول لك سميحة سميحة يا سلام سيد سميحة أيوب لها كل التقدير السماحة دي تخلي لنبض الكيان سميحة والصلاح ده بقى ما حادش ناسيه اللي هو ابن عبدالعزيز طبعا خلي السماح ده يبص اللي حواليه مهما كان اللي جنبه بيعمل حاجة غلط ليه يقول لك معلش يعني ربنا اهديه ربنا يصلح حاله بني ادم عايز يعرف هو عايش في سلام مع نفسه ولا لأ يراجع نبض كيانه خلينا اقول لك باب شكل موضوعي ضربات قلبه تلاقيها هادي اقل عرضة للاصابة بالخوف واقل عرضة للاصابة بالقلق ودي حاجات كلنا عايشينها يعني اذكروا نفسي وايانا جميعا يعني ان الواحد لما يتشد قوي من حاجة ليه فلان عمل كذا وليه سوى كده يقول له قدروا يا اخيه وسمحوا لأ انه البني ادم اللي ما بيقدرش الناس اللي حواليه مشكلته الاولى يعني رأس المشاكل ان هو مش مسامح مين نفسه فبيبقى عايش على طول في صراع مش مسامح مش متصالح مع نفسه زعلان كده مش متصالح مع نفسه يعني ايه يعني مش راضي بالحال اللي هو فيه الانسان اللي راضي بتلاقيه عايش متزن نبض كيانه صحي فيه لطافة كده فيه لطفة وسماح يعني يقوله حتى في المقولة اللطيفة اوه افتكرتها دلوقتي يقوله الايمان بيقوله الايمان والدرجات الايمان والبني ادم قريب من ربنا ازاي وبتاعه وهي برضو قلبوها مباراة بشكل ما فقاله مقولة حالوة كان حد قال الايمان شيء هين يعني خفيف لطيفة وجه طلق او بشوش ولسان لين ولسان لين يا بختي مننا بقى اللي ربنا بينعم عليه وهو بيكتهت برضو يعني حتى تتكلم بس تقول كلام طيب يعني حتى تتكلم وتقول كلام طيب وبعدين حمود بيه يعني يعني ماهو ماهو الكمال لله واحده يعني انا فيه مثلا العيوب وغيري فيه عيوب ليه انا ما انتبه لغيري انتبه للعيوب بتاعته انا لما بنتبه لعيوب الاخر اكني بقى اطلق قذيفة وانا قاعد معاها بتجرحه كده الطبيعي ان البني ادم كائن بيدفع عن نفسه كائنات الحية كلها تدفع عن نفسها تيجي تنكش زهرة كده حية معاينة تروح لما تيجي تيجي جنب حاجة في البحر معاينة تروح قفلة بتاع القواقع دي بنشوفها سبحان الله الانسان كذلك فلو انا اطلقت قذيفة عن جنبي بكلمة مش طيبة او احساس حتى مش طيب بتلاقي بيدفع عن نفسه يقفل فبيقفل عايزي يبعدني عنه وفيه نوع تاني يرد الاساءة او الهجوم بالهجوم وبعدين العين وبالعين ما تلوموش بقى ساعتها انه بيأذيك يعني انا ملومش فلان انه يأذيني فلو حد أذاني حتى الناس اللي عايشة لابسة توبل الدنيا كلها ضدي وكده يا اخي راجع نفسك الاول وهو البداية بتبقى من عندك البداية ما فيش حاجة اسمها الدنيا ضدي ما فيش كده وياما ناس عايشين كده وعليه ما فيش حاجة اسمها كلما كترت حكتي كلما كنت أنا متطمن اكتر ده العكس بالعكس ده بيبدأ الخوف واجع القلب شوكرا بلها بل كده ما تبقى خايف عالكوباية دي تمسكة وتخرج لما لو خايف عالشقة هتاخدها وتروح فيها فين هالناس طيبين يقولك أنا استودعت البداية الفلانية دي وتلاقيه من الطمن وبعدين أنا مش مدايق حد يعني هيحصل ايه وقعين عايجوا يسرقوا يعني لو يسرق حاجة تبقى مش رزقي أصلا يعني فيه فلسفة كده جميلة تتالي الناس تعيش بطيب يالسلام كان يقوله ايه غير موضوع الايمان شيء نهين تكرها راح اتعبلي بسم الله بسم الله القصد البني آدم يقدر يغير من نفسه متفق عليه خلينا نخلص ان هو يكتشف نفسه بالنقل دي يعني الاول يقعد قدام نفسه كده ويقول انا مين اه فحنقول تلع هو بني آدم ايجابي بالتحليل اللي هو نبض سميته نبض الكيان نبض الكيان اللي هو التصرفاتك يعني مش كده ايه واحد دلوقتي بيسمعنا او سيدة يعني وشافه وقالك انا في جهتين جهة كويسة واكيد في جهة وسط وفي جهة اه وحشة عنده الاحاسيس دي كلها فنبتدي نتعامل مع كل جهة خلاص احنا عارفنا احنا مين بالاشياء دي بسيطة جدا الدكتور قال ممكن تعرف انت اولك من اخرى كيان طيب الطيب ده خلاص يعني جميل السليم نيجي بقى اللي هو في الوسط اللي هو يحتمل سؤال مهم دلوقتي اللي حوالي بيسيقوا لي اقول لهم قول طيب ده سؤال مهم عشان خاطر هو يستفيد من علم حضرتك طيب لو احنا دلوقتي بنتكلم على اني عايز اخد خطوة في اني اعيش متصلح مع نفسي اكتر بقى احنا ده بنتكلم عن المتوسط فهقول له فالتقل خيرا او لتصمت لان ممارسة الاذى بتكبره جوايه وبتزود العادة بتاعت ان انا بتعامل مع الناس بالطريقة دي فأنا حولي ناس وحشين متفق عليه لو انا مش عارف اشوف الحلو اللي فيهم وابتدي اتعامل معهم بالحلو اللي فيهم عشان يتغيروا معايا لان الوحش معايا ده كويس مع ناس تانية عاقكا طعا هو ليه الوحش معايا كويس مع ناس تانية ومش كويس معايا اراجأ عنا نفسي بقى لو انا مش قادر اتعامل مع الوحش ده دلوقتي فالاقل خيرا اولي اصمت اصمت يعني ادور على حد تاني كويس اتواصل معاه لحد دم الجرح اللي جوايا ده يطيب لحد دم الوجع اللي جوايا ده يدوب اكني بعرض نفسي متأسف لو بقعت حضرتك اكني بعرض نفسي للظروف بحط منط جوه الظروف اللي تساعدني على تحقيق اني اتحول من المستوى اللي انا فيه من التصالح مع نفسي والرضى بامر الله ليه في الارض دلوقتي الى مستوى اعلى فبحط نفسي في وسط ناس كويسين فبتدي غزي نفسي باليقين بان لقى الدنيا خير وفيها خير فبتدي اتطمن اتطمنت والناس اللي حواليه كويسين حضرتك بتعملني بالحسنة الطبيعي ان انا هعامل حضرتك بالحسنة والجزاء الاحسن الى الاحسن فاكني بافصل نفسي عن الظروف اللي فيها اذى بالغ احنا الحلقة اللي فاتته اللي قبلها وانا بنتكلم عن الزواج او ما له علاقة بالعلاقات ما ينكو تقول لها ديك المرة اللي فاتت فيه نوعين من الزواج اللي لازم ناخد فترة طويلة على منطقة اقلم ما نستعجلش في انها نتخانق ونعمل وفيه نوع تاني اللي هو السام اللي هو بيتجاوزه ناس وبعدين هي تلاقيه او هو يلاقيها شخصيات سامة واحد بيضرب وبيشتم وبيزعق او واحدة لقدر الله ماشيها مش كويس ولا بتاخد الفلوس من جيبه وتروح تديها الاهلها من غير ما تقول له خينة وغدارة وكده فدول دي مشكلة كبيرة فانا دلوقتي عايزة فلتر حياتي علشان اتحول من احساسي بالقلم والسترس القلق والخوف وكذا والضغط النفسي الى حال من الطمأنينة يبقى خطوة اولى لازم احط نفسي في الوسط اللي ينفعني اتخلص من العلاقات المؤزية جدا وبعدين احط نفسي في وسط يطمنني شوية ويأمنني وإلا انا اتحكم علي او حكمت على نفسي ان انا افضل عايش بوجع وعايش في الاحساس اليقيني بان الدنيا كلها سواد وده مش هينفعني خلص هنا يبقى في سؤال في مثل هذه الحالة وانا احمل فلان كذا ولفلان كذا وعندي زنون وبتا هل المواجهة هنا مطلوبة يعني هل يجب على الانسان ان هو يقول فلان انت غلطان في كذا 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 بينه وبينه طبعا مش عشان طبعا يعني مش على الملأ يعني ولا يعمل زي ما حالك بتقول كلما كان الانسان اضعف كلما بيستخبى فيه عباءة اسمها عباية اسمها الانكار فلو انا بتعامل مع حد وانا لسه ضعيف وانا عارف ان هو ضعيف جدا فعنده انكار كبير قوي لو وجهته قلت له حضرتك عملت كذا ازيتني به فياريت ما تعملوش لو هو عنده انكار عالي هيقول لي لا انا ما عملتش وانت اللي غلطان تمام دي مسألة تقديرية للاشخاص لا انا بكلم على الافضل ايه الافضل ان الناس ان تواجه لان فيه ناس بتسمعنا عندها مشاكل مع هنا ومع هنا ومع هنا الافضل انها تواجه ولا انا بقول دايما اقول اعبر المسألة وخلاص ما هو انا بتخطى بس فيه ناس مش عايزين يعبروا الناس نفسها يعني اخسارها حضرتك صديقي وعزيز علي جدا ومش عايز اخسارك وبدر شيء ما دا يتني تمام لازم اواجه تمام بادب وليها برضو فلسفة وليها حاجة اسمها ادب المواجهة وادب النصيحة تكلمنا عليها في حلقة قبل كده تمام بطريقة مهذبة كده اقول له حضرتك انا من كتر حبي ليك مش قادر اه موجوع جدا انا محبكش مكتش زعلت بس حضرتك كنت بحصل كذا كذا كوانا يمكن متأكد انك مش واخب بالك بس بالله عليك يا شيخ ما تعملها يعني قبل ما يترك هذه الجهة اللي هي الجهة الغضبة قولها ويراها كده ويروح لجهة اخرى يقوم بالمواجهة اعمل اللي علي اسمها من باب الاخذ بالاسباب ان انا مش هخسر كل الناس اللي حوالي وبعدين فيها علاقات ما ينفعش اتخلص منها لو بتكلم على الابناء والاب والامة والزوجة والزوجة وكذا والاصدقاء المقربين جدا وكذا فلازم يبقى فيه مواجهة بادب معين بس اللي بيواجه ده لازم يكون مراجع نفسه في انه هو مش غلطة يعني متصالح مع نفسه يعني بيواجه علشان يحلي الحياة مش بيواجه علشان ينتقم من الاخر لاني لو بواجه من اجل الانتقام انا بكبر السواد اللي جوايا فانا بتوجه عاكتر اه ده انا عايز بقى اندوس عليه يعني هو اللي بيواجه بسواد السواد بيروح له كمان هو ايه ايه انا بقى امارس السواد ده عام زي الشر ما اخد بالساعدتك احنا يا جماعة بنتكلم نفس الجملة ممكن اقولها لنفس الشخص بطريقتين هي نفس الجملة طريقتين عكس بعض يعني انا ممكن ببين لحد ان انا بنصحه بنصحه بشيء ما والنصحة قصدي منه ان انا بين له ان انا احسن منه وانا فاهم وانا مش فاهم حاجة دي مؤذية جدا انما ممكن نفس الكلام ونفس الاشخاص يكون بينصحه من قلبه بجده عشان عايزه يبقى كويس دي حاجة تانية خالص الملاف الساعد نرجع بقى للاخراني اللي هو التالي ده بقى اللي هو بقى صعب شوية بعد الفاصل اهلا وسهلا بحضرتكو عودة مع الدكتور عاملوسيا بس جيت لنا حكى سؤال هنا بس هخليه بعد ما نخلص الجزء دوات والدكتور اللي اتكلم عنه اللي هو الدكتور محمد صراحي اتعرض لحادث وتقطع ازن رجله وايده موجود في القصر العيني الدور التاني غرفة 211 موجود في القصر العيني الدور التاني غرفة 211 انا مش حاضر اقطع حط تلفونات تبرعات لان دي مسألة تبقى حسسة شوية لكن اللي عايز يساعد الدكتور محمد صراح يقدم له اي نوع من المساعدة يروح له في قصر العيني طبعا قصر العيني العالم كله يعرفه مش مصر بس في الدور التاني غرفة 210 الدكتور محمد صراح تفضل الدكتور الكلمة اللي كنت راحت من بالي اللي هي تباتوا تحرصوا المال هي دي بتاعة الالق دي والعلم يا باتوا يحرصوا ولذلك دايما الناس اللي تقرأ كتير وتطلع كتير وبتاع تلاقي ثقتها البهم التطمن اكتر الا اللي بيقرأ بها في حاجاتي يعني بغاوي مشاكل ودهكة دي انما المال الكتير يجيب معاه الالق عايز وجه رسالة برضو للي بعمل مال كتير يعني انه عيش باللي معاك يعني يعني معاك عيش وعيش معاك ناس عيش باللي معاك وعيش معاك ناس انت غايف تقول اللي في قلبك هو تردد يعني يعني اصدق يا ما ناس لا والله دي نصيحة يعني الواجه الله يا ما ناس شوفنا يعني معهم من المال ما شاء الله وتلاقي من كتر الخوف على المال شكله بينفق اقل من العايش على الكفاف انفاقا يعني ليه بقولك لا اصلا فيها قصص كتير يعني يا سلام انما كلما اه كان الواحد اكثر يعني برضو حد من زميلي كده بس من كام يوم قال لي لأ ما انت رس بتصرف على شغلك كويس يقوم ايه ربنا يديلك طبعا 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 فبقول له اه اصرف ليه وبتاع ليه لأ ما مش عشان الصرف نفسه مش عشان الحاجة اللي هتجيبها بس وسع كده على الناس وطلع فلوس في الحتة دي له والشغل ده يوم ربنا يديلك اكتر منه لا كل حاجة ليها قدرها يعني يعني بتشتغل شغلانة كويسة اصرف عليها كويسة عشان خاطر يعني تكرم فيها طبعا طبعا يا حاجة مش عايزة كلامة كم يقولي الفرق وتعيز تقول له ميبال عايزة ليها مش عايزة اقول كلامة مش عايزة اقول الحاجة عايز تقول لي ايه بي انا بس انا حضرتك على الثالث الشخص الثالث اللي هو نفسيته وحشة وحالته يعني دايما شايف ان الناس سيئة وان التستغل انت بتشوفه بتعرفه على طول اللي هو يخش يسحب الاكسجين بيسحب كهرباء كتير ده انا عايز اقول لل عايزين بقى ده نقول له واحد من ثلاثة وهو غالبا ده شل ده غالبان بيبقاش سمعنا قوي يعني هو اكتر حد متضرر هو اكتر حد عنده اللبس عباقة الانكار اللي كنت بقول ساعدتك عليها فانا بقول للناس اللي حواليه ايه كل واحد في المركز في انه يعيش احسن يبقى عنده فائد عطاء فائد للعطاء يعني زي بيضرب المثل انا مادية عشان الناس تخد بالها انا بعيش بعشرة جنيه في الشهر فانشتغل علشان ربنا يرزقني باثناشر جنيه فانا بعيش بالعشرة وعندي اتناشر ريزيرف زي ريزيرف كده زيادة اللي هم بتوع البنك المركزي بتوع الارتية الاستراتيجية بتوع اني دايما منتبه لانه لو حد عايز مني حاجة اديله من الاتنين جنيه دول فانا دايما الواحد يشتغل على انه يبقى قوي نفسيا ومتين المتصالح مع نفسه ده يعني راضي بالله عنده يعني مش عايز حاجة زيادة وتوقعاته موضوعية وتوقعاته مش بس رايحة في اتجاه المادة رايحة في اتجاهات اخرى مش محتاجة فلوس في انه يستمتع بوقت ويحب الناس اللي حواليه يودهم ويودوها كزا البنيادم القوي ده بيقدر لما يشوف حد غرقان بيرفص ومش راضي عن حاله خالص وعيش في قلم نفسي رهيب وصراعات وكل كلامه كده بيظهر ما لا يبطن ليه صراعات جواه ايش يخوف شوية على خائمان نفسيته كده عن نعمل ايه بقى شخصيته كده ونفسيته كده طب نعمله ايه عايزين نساعده الفائد اللي عندي من العطاء النفسي اروح له بيه وطيب بيه خطره باني ابرز له مميزاته الحقيقية مين اللي يعمل له كده بقى اللي عنده فائد من القوة والاستقرار والتناغم مع نفسه يخرجه الجميل فيه يبرز الجميل لان الوحش قوي ده هو اتفقنا على انه اكتر واحد غلبان ولو انه مؤذي لا طبعا بس هو مؤذي برا لانه بيصدر من الازل اللي عايش بجواه مش ده مرض نفسي هو موجوع في منها اعرض مرضية بتظهر بتنبت وامراض كبيرة بتتشكل بسبب انما ايه خليني اقول عشان كده انا بخطب الناس اللي عايزة اللي منتبهة اللي بيسمعونا دلوقتي ده حد عايز ينقل حياته ان شاء الله للافضل اقول له لاخي لما تلاقي حد متوجع قوي وشرير على قد قوتك انت والفائد اللي عندك تقدر تروح تعود معاه نص ساعة تشكره على حاجة حلوة كان عملها ان شاء الله يعني تكون انت مبالغ فيها شوية ينفخ فيه شوية يقوب هو يصدق الحلو اللي جواه فهيرد عليك انت الاول بالحلو يقول لك انت اللي عينك حلو يا اخي قطر خيرك يا اخي انت عمل تقول لي كده ده انا مؤذي جدا والناس بتكرهني تقول له لأ بس انت عملت مرة خير كذا انا لازم اقول لك هو يساعد ناسه ازاي انا بس عايز اقول حالي اه كويس لان انا لما هقوله كده هيرد عليك بكلمة طيبة هبقى خليته يمارس بعض الخير فعل الود اللي هو فعلا جواه لانه انسان جواه خير وشر طبعا فابتدي انا هبقى خليته يحط اول طوبة في الحيطة بتاعت انه يتغير ويبقى انسان متطمن فيطمن اللي حواليه زي قصة الراجل البخيل في بيته وما اشهر البخلاء في بيوتهم والناس كان مالا او احساسا هو البخيل بيبقى كل من الستات الاسكياء الستات بقى نوعين الست زكية دي اللي تقولك لا ده بيتي انا مسيطرة والرجل هزبطه على انه يبقى ارقب كويس للعيال وزوج كويس ليا وكذا وكذا تليها تخليه طلع الحلو اللي جواه غزبا عنه يعني هو قاعد بيقولك انا بخيل مش هصرف مش عارف ايه هو بتاع تقوله ايه بقى الطبخة الحلوة اللي طعمها جميل دي من خير ربنا اللي بعتهن على ايدك والمرة الجاية ان شاء الله كنا عملت لك جنبها حاجة حلوة يجي المرة الجاية فين الحاجة الحلوة تقوله بس يعني الفلوس يا دو بقضت على الحرف تبقى بيأكل لقمة جميلة من ايدها تلاقيه بتادي يزود المصروف بتاع البيت شوية مثلا احد الامثلة ما تكلم على الناس اللي ما عندهاش مرض وانا عايش حياة سامة كده لازم اتخلص من ارتباطاتي الشديدة جدا جدا بالمواد وابتدي تنفس بالراحة لها انا عندي مشكلة لقصة دلوقتي جامد ايه في ارتباط الناس بالمواد وربنا يكفينا الشر كلنا عندنا ارتباط بالمواد يعني انا يعني المواد يعني الأشياء الأشياء المحيطة بتاع اه الفلوس ارتباط الناس بالفلوس المرتبط بالفلوس بس ومعتمد في حياته على إنه عندي فلوس ولا لأ دا عايش في قلم بل أدم اللي عنده ميزان بلانس يعني شو هي بقى الفلوس عشان ساتر ربنا والبيت والفواتير ومش عارب إيه لا إحنا يعني 90% من المشاهدين بيطانا ما عندهمش فلوس لا إحنا مش بها كده يعني ما عندهمش فلوس اطمئن يعني عنده ما عندهش دعوة بالبركة والرضا لا يعني ما عندهش فلوس خايف عليها بزيادة إنما الناس اللي بتقدر اللي عايز يطهر قلبه من الجحيم بقى من النار اللي جواه لو هو على طول من بره بيغل وبيعمل وبتاعه فهو عايز قلبه يطمن شوية يبتدي يرتبط يقضي ساعات من يومه في الإحساس بالطبيعة الطبيعة اللي هي إيه جزء منها ليه علاقة بالشجر والسماء ويسبح ربنا وكده وجزء منها لإنه يتعامل مع الناس مش بالمنظر كده أنا فوقي مثلا من البشر في المستويات المادية والاجتماعية 100 طبقة وتحت طبقة أو 2 ماشي فأروح رايح للي تحت شوي أنا مرتبي 100 جنيه والتاني مرتبي 8 فلاقي نفسي زي الفل وأروح أعود مع أبو 80 وأعود معاه بحقيقته كبني آدم مش أعود معاه بإني بطعنطس عليه عشان أنا عندي مال أكتر أو مستوي الاجتماعي أكبر ده أقوى مفتاح بيفتح بوابة الهدوء والطمأنينة جوه قلوب البشر ده قلب بقى هينظر لمن هو أدنى ما هو بقى ساعتها هيروح بقى للي أدنى ما ينظرش لإنه أدنى هو أنا قد أكون قاعد مع حد الشكل الخارجي بتاعنا إنه هو أقل شوية لإنه لابس لبس أرخص شوية مثلا يعني بس أنا شايفه أحسن مني أقول لها لك بسهولة سهلة جدا لو حد فيهنا ما حسش إن حد أقل منه مديا أعلى منه بكتير قوي في إحساسه هو يعرف إن عد مشكلة يعني أنا أطمن على نفسي إزاي أقعد أفكر كده الناس اللي عرفوا حد يكون أقل مني مديا واجتماعيا وبقى أنا شايفه وبتعامل معاه لكنه هو سيدي سيدي وعلى راسي من فوق لا الحقيقة وسعت منك يا دكتور أقولها لك إزاي ده كلام أنا عارف إنه كلام رائع لا مش كلام لكن إحنا مشكلتنا في مجتمعنا وكله أتفكر نفسه إنه هو إنه هو اللي حبس الجن أقول لحضرتك إزاي 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 أوصل لإني أقدر الإنسان ده على حقيقته كبني آدم عنده طيبة قلب وسماحة نفس ورضى يا بيه يا ما أنت سعدت عدي كده أنا أنا يعني أنا عارف اللي بتقول ده شيء عظيم لا أقول لها لك تيجي إزاي ها تيجي إزاي ها حديك مش بتعدي على حد كده مثلا وبتتوسم فيه الفقر والعوز والحاجة أنت بتشوف ما شاء الله اليوم في الريبورتس اللي بتعملها لأ ما كان اللي بتروحها تخيل إن الناس دي مجموعة منهم بيبصو لك نظرة نفسهم يدو لك من اللي عندهم وكأنما أنت اللي فيه حاجة مش هم صحيح عزة النفس والكرامة أنا أتعامل مع الناس دي إزاي إن هو أقل مني وابقى عايزة أتصدق عليه لا خالص ده هو اللي عايزة أتصدق عليه لو أنا ما شفتش البني آدم ده إنه أرقى وأعلى مني واعد معاه نفس قعدته اللي هي الطبيعية بتاعته تمام وابقى شايفه أعلى مني أشرب أنا منه وانهل صحيح أدب وطيبة وعلم بجد مش بزيف اللي عايز يطفي النار اللي بها ويتصالح مع نفسه يعمل كده مع الناس دي ربنا مع الجميع بس العيين بس أنا عايز أقول حاجة اللي حسن أفتكر نفسي كويس أنا كده بالنسبة لناس كتير أوي أعلى مني بكتير هو ربنا خلالك الكلام حضرتك واضح وكلام جديد جدا يعني أصدي أنه أنا ما نشعر أتمنى أنه في حد واحد بس يتأثر بكلام الدكتور لأنه هتفرق كتير جدا أنا لما بروح صور مع الناس الغلابة دول بحيث إنهم أحسن مني بكتير جدا عندهم كوة صبر وكوة همة شيء مش معقول أقول لحضرتك مش دي العالم بقى لحكي أنا في غزة في المحلة بيأخذوا المرتب تلتمائة جميع وبيشتغلوا بيعملوا بسهم حاجة مش معقولة خد بال بساعتك بقى في من الناس لسه مقابل النهار ده واحد منه بيبقى عندهم عزة نفس طبعا بنتعلم يعني أنا مثلا ليا أسياد على الأرض من أهل الله يعني لقيش دكتور أستاذي في الجامعة كان ومش عارف مين ومين ومنهم شخص ما مش هقول يعني مين على الهوى بس كل المقربين اللي يعرفوه اسما ومتصور معاه وكذا من عشرين سنة ما قوي يعني زي ما كنت صغير وقابلته عامل في مكان ما كنت بشتغل فيه أعتبر أن الرجل ده رحمة الله عليه ربنا يجي على أراضي الجنة له نصيب كبير قوي من فضل الله علي اللي رزقني به من سمعة طيبة وكذا وكذا لأني تعلمت منه بعض أصول الحياة صحيح إذن اللي بيتكبر اللي يظنه نفسه أعلى من حد تاني ده سواد قلب هو بيحرم يعاني نفسه من الاستفادة الجمع لأن أصل الحياة في القيم والأصول والمعاني مش في المادة يعني كلامك رائع فأرجو أنكم تسمعوا الدكتور وتشوفوا تاني على يوتيوب وسمعوا بالراحة الكلام العلمي اللي أعملوه ناس مفكرين كتير كدا يعفادوا الإنسانية جمعة الرأي موحية اسمعين الأستاذ عبد الرحمن السعدون من السعودية بيسأل حضرتك سؤال عايزين إجابة مختصة الوقت خالص خلاص حاضر هل الإيمان كافي لمقاومة الأمراض النفسية الإيمان كافي لمقاومة الأمراض لا لأنه يمرض الكافر والمؤمن إذن هو مرض والإيمان كافي من باب أنه بيدفعني لأن أخذ بأسباب الشفاء ألا وهي التطبيب الطب السؤال مش الأمراض نقطة الأمراض النفسية أيوة فأدن سيدنا الإمام بسم الله أبي حامد الغزالي الغزالي طبعا ثابتة بالنص يعني أنه جات له نوبة اكتئاب في حياته تترك فيها حلق العلم بطل يدرس وعتزل الناس جاله الانهزال اجتماعي وظن أنه يموت وقعد فيها ستة شهر في بيته زي ما مكتوب عندنا في الكتب دلوقتي تحت الطب النفسي وبعدين خرج لأنه بعض الأنماط الأمراض الاجتئابية النفسية اللي هي علاقة بالاكتئاب بتاخد سايكل لوحدها وتروح بس الدواء يخليها سريعة تروح مثلا في شهرين دي ممكن تاخد ستة شهر من غير دواء المرض مرض لأنه اضطراب عضوي في خلايا الجهاز العصبي يلزمه علاج دوائي إلى أن يأتي الله بالشفاء ده بالعكس نبعض ما شايخنا قالوا لنا أسد زيتنا قالوا لنا تأسم إن لم تذهب للعلاج لأنه تداو طبعا أمر فالمرض النفسي مرض يعني يتداول المرض النفسي مرض عضوي أقدر أقولها كده وضمير إذا طالما دخلنا في الأمراض العضوية فيبقى تماما أشكرك يا دكتور ألف شكر حضرتك ألف شكر شكرا